يا ابتك يا ابتك يا ابتك تم اعتبر البعض تصريحات المعارضة الأردنية حول المخاطر التي تحيط بالأردن بغير واقعية أو بغير عقلانية حتى خرجت السفيرة الإسرائيلية في عمان لإثبات ما هو غير عقلاني بالواقعي قدمت سفيرة إسرائيل في الأردن عنات شلاين تقريرا متشائما لرئيس هيئة الأركان العامة جادي أيزينكوت يصف الأوضاع الأمنية والسياسية هناك بالمقلقة شلاين أرسلت التقرير بعد طلب جهات إسرائيلية أردت تعاقب الأوضاع في الأردن خصوصا بعد التغييرات الإقليمية التي تعيشها دول مجاورة أبرزها الأزمة السورية ولاجئوها لتطلب إسرائيل بالعمل فورا لدعم النظام الأردني لافتا أيزينكوت إلى أن جوهر مظاهر عدم الاستقرار هناك تعود لأسباب اقتصادية وامنية انهيار النظام الأردني مسألة وقت لا يمكن أي كان أن يتجنب هذا المصير نتيجة أن الدول العربية والغربية الداعمة سابقا للنظام لم تعد تقدم له حتى المساعدات المالية التغيير قادم وعلى الجميع الاستعداد لمرحلة ما بعد النظام حتى رضما أن لا يقع الأردن فريسا في المأزق الليبي أو أي نموذج محاكل الوضع السوري لا سمح الله فيما طلب العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة لواشنطن برفع المساعدات الأمريكية السنوية للمملكة من 750 مليون دولار إلى ملياري دولار سنويا نظرا لحجم النفقات التي تتحملها خزينة المملكة بسبب عبء اللاجئين السوريين عيون الأردن شخصة نحو حدودها مع سوريا هناك يقترب داعش ويترقب لحظة الدخول إليها مع استمرار التضييق عليه في العراق وسوريا ولكن ما إمكانية حدوث ذلك في ظل الغطاء الإسرائيلي الأمريكي الروسي والإقليمي الذي يخيم فوقها